ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وقد طلع معليجيا على معرض الصور الذي عدته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي وضح مراحل انشاء المشروع وأهميته الحيوية موسيقى هذا التقاطع إن شاء الله لما ينسأ سوف يخفف كثير من زحمة المرور ومن اختناقات المرورية على هذين التقاطعين خصوصا في ساعة الذروة هذين التقاطعين من أهم التقاطعات التي تنقل حركة المرور من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وكثرة المصانع في الجنوب واتصالها بالعاصمة تجعل من هذه التقاطع خصوصا تقاطع ألبا مزدحم دائما في ساعات الذروة واليوم إن شاء الله لما ننشأ تقاطع بثلاث طوابق سوف يخفف حركة المرور كثير هو طبعا اهتمام حكومة سيدي الصاحب الجلالة واهتمام صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ويل أهد بأن تكون هناك حركة مرورية سهلة على جميع شوارع البحرين هذا جزء من الخطة إن شاء الله التي ستنفذ في القريب العاجل لجعل حركة المرور سهلة في جميع مناطق إن شاء الله البحرين نتوجه بالشكر إلى الأخوة في الخليج الداعمين لهذا المشروع وهذا المشروع على شارع جابر الأحمد ستقوم بتنميل للصندوق التنميل الكويتي ونحن شاكرين لهم هذا جزء من الدعم الخليجي والتنمية الخليجية للبحرين المشروع سوف يكون إنشاء حوالي 36 شهر ويكلف حوالي 138 حوالي 140 مليون دولار حوالي 50 مليون دينار أكثر شوي وهذا من المشاريع الحيوية الرئيسية عندنا خلال إن شاء الله هذه الفترة وإنجازه مثل ما قلت سيستقرق 36 شهر وإن شاء الله نحتفل بافتتاحه خلال هذه المرة في الواقع نتوجه بالشكر للأخوان العاملين في وزارة الأشغال لما قاموا به من جهد وإن شاء الله سوف ينفذون في الوقت المحدد لهذا المشروع هذا ويعد مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات من أحد المشروعات التنموية الرائدة في مملكة البحرين حيث من المقرر أن تسارق أعمال تطوير التقاطعين 36 شهر المشروع يحمل في طياته الكثير من التحديات لسيما حجم الحركة المرورية على الشارع ما استوجب تنفيذ برنامج متكامل يسوعب الأعمال المنوطة بالجهات الخدمية بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروع يأتي مشروع تطوير شراء الشيخ جابر الأحمد الصباح بتحويل دواري ألبا والنويدرات إلى تقاطع من ثلاثة مستويات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليون دينار بحريني سوف يتم تحويل دوار ألبا من تقاطع بدوار إلى تقاطع علوي يتكون من ثلاثة مستويات إشارة ضوئية على المستوى الأرضي وجسر لنقل الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب من شارع الاستقلال شمالا إلى شارع الملك حمد جنوبا وفي الاتجاهين وجسر علوي آخر لنقل الحركة المرورية من الشرق من شارع جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد وأيضا تطوير دوار النويدرات وتحويله من دوار حاليا إلى تقاطع بإشارة ضوئية على المستوى الأرضي وجسر علوي لنقل الحركة المرورية من وإلى المنامة يعد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من أهم أقدم الشوارع ضمن شبكة الطرق الرئيسية والاستراتيجية في المملكة حيث يربط العاصمة المنامة بمناطق ستر الصناعية والمعامير الصناعية والعكر الصناعية كما يوفر منفذا لمنطقة سند ومدينة عيسى ومدينة عوالي بالإضافة إلى ربطه المنطقة الصناعية المحيطة بالمشروع بمناء سلمان وخليفة بن سلمان إضافة إلى وقوع عدد من القرى على جانبيه فضلا عن أن هذا المشروع الحيوي يحمل الحركة المرورية باتجاه جنوب البحرين المشروع ينفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي أحد أهم وأكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في مملكة البحرين وبخاصة في مجال قطاع الطرق هذا المشروع يتوار أحد المشاريع لمولى صندوق الكويتي أو نيابة حكومة دولة الكويت التي تجاوز عددها أكثر من عشر مشاريع تتغير بعدة قطاعات مختلفة سواء كان قطاع الكهرباء وقطاع الطرق وقطاع الإسكان فهذه المشاريع كلها الحمد لله في منها من بدأ في البنية التحتية بدأت في تمويل جزء بسيط من هذه المشاريع طبعاً ننح كلها قيمتها 2500 مليون دولار أمريكي ستصرف إن شاء الله على مدى العشر سنوات وإن شاء الله تتم كل إنجاز المشاريع هذه في وقتها المحدد بدون أن يكون هناك في أي عوام متأخير يذكر أنه قد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية للمشروع والتي شملت عمليات إزالة الأسوار والمباني داخل الأراضي المستملكة وإعادة بناء الأسوار بحسب الإحداثيات الجديدة للأراضي وكذلك تجهيز بعض مسارات تحويل خدمات الكهرباء والماء وخطوط الاتصالات بالإضافة إلى تطوير شارع العكر الغربي ليوفر مدخلاً بديلاً متطوراً لأصحاب الأعمال والعملاء بالمعارض التي تقع شمال شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بين مدخل العكر الغربي ودوار النويدرات أهمية كبيرة يحظى بها هذا المشروع لكونه في منطقة حيوية تعاني عادة من الازدحام سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر